موسيقى شاهدين الكرام أهلا بكم في المسائية إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا التي نسعد فيها بتفاعلكم وترحم تودون مناقشته عبر شاشتكم شاشة الجزيرة مباشرة في مسائية الليلة نتابع مقتولا ومحمولا في بطانية الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يرحل بعد سنوات من اندلاع ثورة الشباب اليمني فأية رسائل يحملها للداخل اليمني ولمصار الربيع العربي وفي المسائية أيضا ماذا يقول اليمنيون عن قطل صالح وبأي كلمات ودعه الشعب اليمنية نحمد الله ونشكره على مقتر هذا الطاغية الذي تغفل في الأرض كثيرا في اليمن وقتل أبناء تعز وشرد أبناء تعز وثلاث سنوات من الحصار وتشرد واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تم قتل هذا الطاغية الكبير برحيل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يدخل اليمن مرحلة جديدة إذ يغيب عن المشهد رجل ثار ضده اليمنيون على اختلاف توجهاتهم فيما عرف بثورة الشباب اليمني في الحادي عشر من فبراير عام 2011 الثورة التي صرخ صالح في وجه ثوارها قائلا فاتكم القطار فاتكم القطار ولان يتساءل الشباب اليمني عمن فاته القطار لا شك في أن مقتل صالح يحمل العديد من الرسائل الداخل اليمني كما يؤثر في مصار الربيع العربي ككل مشهد نحاول أن نقرأه في هذه الطاغية المفتوحة عن هذا الحدث ولمنقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية بجامعة حمد بن خليفة دكتور الشنقيطي أهلا بك معاكم أبتدأ أن دعنا نبدأ من الداخل اليمني وتأثير مقتل علي عبدالله صالح على الداخل اليمني هل نحن أمام استحواذ كامل للحوثيين أم أن الجعبة ستلقي لنا بالكثير من المفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة؟ الحقيقة أن مقتل علي عبدالله صالح هو زلزال استراتيجي داخل اليمن لأن الرجل كان يمسك بخيوط كثيرة وكان يسد فراغا كبيرا في الخريطة السياسية اليمنية بحكم التراكم التاريخي لحكمه الطويل وتشابك علاقاته القبلية والسياسية والمالية في الداخل اليمني مع ذلك لا يمكن الحكم على مسار الأمور ربما إلا بعد بضعة أيام حينما تبدأ تتبين الأثار لأن هناك عدة احتمالات بالنسبة للقاعدة السياسية التي كان يستند إليها صالح هل سيستطيع الحوذيون استيعاب هذه القاعدة السياسية التي كانت مرتبطة مصلحيا وولائيا بصالح مثلا بعض القيادات القبلية بعض الجماعات في المؤتمر الشعبي العام هل سيستوعبه الحوذيون أم هي ستبتعد عن الحوذيين ويكون تكون نهاية الصلة بين الطرفين نعتقد أن هذان هما المساران الذين سيحددان الأثار الحقيقي لغياب صالح داخلية هل يترتب عليه استيعاب الحوذيين للقاعدة الاجتماعية التي كانت مع صالح أم ابتعاد هذه القاعدة الاجتماعية عن الحوذيين تماما ومدوا يدها إلى القوة المعارضة للحوذيين خصوصا الجيش الوطني والجماعات الداعمة لهادي والجنوبيين وغيرهم سأود لك دكتور شنقيت لكن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من أستنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي سيد ياسين ورحب بك معنا وكنت قد سألت الدكتور شنقيت ضيفي في الاستوديو عن انعكاسات مقتل علي عبدالله صالح على الداخل اليمني فقال ببساطة شديدة أنه نحن أمام زلزال استراتيجي داخل اليمن تتفق مع ذلك موت صالح هو زلزال استراتيجي لعله يغير الكثير من أوراق اللعبة في الداخل اليمني أم لا أولا تحية لك أخي الكريم ولضيفك الكريم الدكتور محمد الشنقيطي قد تختلف تقييمات المراقبين بالنسبة لوزن هذا الحدث الذي خلفه موت علي عبدالله صالح لكن علي عبدالله صالح مات في اللحظة الذي لم يعد فيها قادرا على إنجاز سيء في حقيقة الأمر لم يكن لديه سوى سمعته وربما أمل المحيطين به بإمكانية إحداث تغيير لكن بالمعايير التكتيكية والإستراتيجية أيضا علي عبدالله صالح مات وهو يفتقد القدرة على إدارة المشهد وعلى مواجهة الخطر الحقيقي الذي استحكم عليه في هذه اللحظة العصيبة علي عبدالله صالح لعب بأوراق كثيرة ولكنه افتقد إلى الرشد وإلى الحكمة عندما وضعت دولة والحكومة وإمكانية الجيش والأمن كله بيد الحوثيين لإعتقاده أن الحوثيين هم مكون زيدي وبالتالي يستطيع من خلالهم وإنجاز مهمة استعادة السلطة التي فقدها في 2012 هذا حالة الثائر الذي أفقده الرشد هو الذي أوصله إلى ما وصل إليه الآن كان يعتقد أنه عندما ينتقم من الذين ثاروا عليه في 2011 سيحقق أهدافه ولكن هذا الأمر لم يتحقق لا شك بطبيعة الحال أنه كان قد مضى في مخطط سعادة السلطة مشوارا مهما ولكن حدثت تطورات ربما خارج إرادته وتطورات من خارج الحدود تتمثل في التحالف العربي الذي وجهها ضربة قوية كان الخاسر الأكبر في هذه الضربة هو علي عبد الله صالح فيما راكم الحوثيون مكاسب كثيرة عسكرية وأمنية ومالية فيما يخص الحديث عن الحوثيين فيما يخص الحديث عن الحوثيين سيد تميمي هل تعتقد أنه كما قال الدكتور الشنقتي منذ قليل أن للحوثيين القدرة على استعاب قيادات المؤتمر الشعبي العام حزب صالح على استعاب القبائل اليوم عبد الملك الحوثي في خطاب زعيم الحوثيين يصف قيادات المؤتمر الشعبي بأنهم الإخوة ويقول لن يحمل أحد نزعة انتقامية تجاه أحد من قيادات الحزب هل تعتقد أن هذا الخطاب يمهد لاحتواء المشهد في اليمن أم لا؟ سبق لعبد الملك الحوثي عندما دخلت قواته صنعاء أن تعاطى في خطاب له مع تجمع اليمن الإصلاح بلغة هادئة وتطمينية ولكنه سرعا ما باشر عبر قواته في احتوائهم ميدانيا واعتقالهم والتنكيل بهم تنكيلا كبيرا كما شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية على كل حال الحوثيون مشروعهم واضح وبينهم لا يقبلون شركة سياسية وليسوا معنيين بالتعدد السياسي من حيث المبدأ هم يعتقدون أن مشروعهم الوحيد ومهمتهم الوحيدة هو إعادة إنتاج النظام الإمامي الذي قبره اليمنيون في عام 1962 وهذا النظام يقوم على أو محمول على الدعاءات بالحق الإلهي وبالتالي هو يقبل بالآخر الرعاية وليس شركاء سياسيين والمؤتمر الشعبي العام لا مكان له في ظل سلطة يهمن عليها الحوثيون هذه مسألة مبدئية بمعنى أنها لا تأتي في سياق المكايدة أو في سياق اتخذ مواقف متشنجة من الحوثيين وإنما هو توصيف للحالة الحوثيين لا يقبلون بشركة سياسية من أي نوع النظام السياسي الذي يتخيله الحوثيون هو وجود تشكيلات سياسية لكنها تخضع بالمطلق لهيمنة السيد الذي هو مفوض إلهيا في إدارة شؤون السلطة وبالتالي عبارة عن أحجار شطرنج يعني ليس هناك معنا لشركة سياسية هذه نقطة مهمة سيد تميل للحقيقة أنا أريد أن أماقشها أكثر معك ومع ضيفي في الاستوديو أيضا أرجو أن تبقى معي لكن مشاهدين الكرام دعونا نشاهد استطلاع للرأي من الشارع اليمنية حول مقتل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ثم نتابع هذا النقاش نفرحنا بموت علي عبدالله صالح ونحمد الله أنه تحرر الشعب اليمني من الفساد من كل شيء الحمد لله نحمد الله خذيرا والله فرحان من قلبنا مقتل عبدالله صالح أعتبره أنه فرد من أبناء الشعب اليمني قتل لكن التحالف العربي وحكومة الشرعية قتلت 25 مليون بسبب حصارها وعدم صرف رواتب الموظفين هذا اللي عندي نحن محاصرين ميت قوع قتلنا وحوربنا من الشرعية أكثر من الحوثة وعلي عبدالله عفاش محاربين محاصرين وسبب قوعنا وقتلنا التحالف والحكومة الشرعية أكثر من العدو العفاشي الحودي نحمد الله ونشكره على مقتل هذا الطاغية الذي تغفل في الأرض كثيرا في اليمن وقتل أبناء تعز وشرد أبناء تعز وثلاث سنوات من الحصار وتشرد واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تم قتل هذا الطاغية الكبير وإن شاء الله الحوثاء فيما بعد ينتهو نهائيا إن شاء الله وتتحرر تعز من الاستبداد والاستعمار ومن هذه الإمامة النهاية الحقيقية المقتل الأصال نهاية الحقيقية المقتل الأصال كانت العادي لأنه يكون بالشكل هذا وبالصورة هذه لذلك ندعو أيضا بأنه الجهات الآخرين بأنه يكون استلام السلطة بسلمية والعمل على منع الحروب والإقتال وكذلك الحوثيين أن مصيرهم سيكون نفس مصير علي عبد الله صالح والانقلابيين سيكون نفس المصير علي عبد الله صالح ما بين الفرح بمقتل صالح لكن يبدو في نفس الوقت أنهم أيضا غير راضين عن الحوثيين لماذا من وجهة نظرك؟ أولا لو تسمح لي بالعودة إلى حيث كنا أولا الداخل اليمني نعم أنا أعتقد أنه كما ذكر الأستاذ التميمي وأحييه من إسطنبول أنه طبعا علي عبد الله صالح قتل لما فقد الكثير من الأوراق ولكن علي عبد الله صالح أيضا كانت رأيس ماله كان يرجع إلى التراكم أساسا وبالتالي كان حاجز نفسي هو لم يسمح بصعود شخصية تملأ هذا الفراغ فقوة علي عبد الله صالح لم تكن في القوة المادية أو العسكرية التي يملك بقدر ما كانت أنه ما سمحها أصلا بصعود قيادات أخرى تملأ هذه الصورة وليالك غيابه فعلا هو فجوة كبيرة جدا ليس من السهل ملؤها بالنسبة للحوذين أنا أيضا اتفقنا أن الحوذين لا يريدون الشراكة وأنهم لديهم أديولوجيا ولكن الإشكاله هو ما هي البدائل هل البدائل هي التحارف العربي هذا الذي يقصف اليمنيين الرهانات الخاسرة التي رهنت بها السعودية والإمارات سعيهم إلى كون الأولوية عندهم كانت وقد الثورة اليمنية أولا وقبل كل شيء واستعدادهم لاستعمال ورقة الحوذي واستعدادهم لاستعمال ورقة علي عبد الله صالح وكلها رجعت عليهم في نهاية المطاف وظهر أنه رهانات خاسرة أنا أعتقد أن القوة السياسية اليمنية بغض نارع موقف الحوذيين ليس أمام القوة السياسية اليمنية إلا أن تسعى إلى بناء إجمع وطني داخل اليمن بعيدا عن هادي وعن السعود هادي لا ينتمي إلى المستقبل هذه صورة باهتة من الماضي حقيقتنا يعني تعتقد أن هناك من يستطيع الآن أن يخرج أو يقدم طريق ثالث أذا صح التعبير ليس طريق التحالف العربي ولا حتى طريق تهران نعم بالضبط أنا اللي أقصد أنه لا بد لليمنيين من طريق يمني لا بد أن يخرجوا من هاجس الصراع الإيراني السعودي في اليمن ويدركوا أنهم هم في النهاية تحولوا أدوات في الصراع السعودي الإيراني فإذا أدركوا هذا بدأوا يبنوا أرضية مشتركة حتى ولو الحوذيين لا يؤمنون بالمشاركة افرد عليهم منطق المشاركة سواء بموازن القواء أو بالإقناع أو بغيره لكن الرهان على السعودية أو على هادي هو في النهاية استمرار لتقوية الحوذيين وفتح الفراغ لهم لأن هذه الرهان أظهر منذ أكثر من ثلاث سنين أنه رهان خاسر علي عبدالله صالح الرجل الذي وصف أنه الراقص على رؤوس الثعبين لعب مع الجميع ويبدو أنه طيلت فترة حكمه حتى بعد انتصار ثورة الشباب الجزئية عليه أيضا استطاع أن يعود للمشهد وأن يكسب الرهان مرة أخرى ما الذي حدث؟ ما الذي جعله ينتهي هذه النهاية البشعة نهاية قريبة الشباب بنهاية القذافي أنا أعتقد أن التشبيه مهم جدا هنا وهو الشباب القذافي وهذا يدل على أن الحالة في النهاية هي مرتبطة بمسارات الربيع العربي بشكل عام أنا أعتقد أن علي عبدالله صالح هو الضحية لانتهازيته الضحية لانتهازيته نعم علي عبدالله صالح استفاد من انتهازيته كثيرا ولكن أيضا أضرته هذه الانتهازية في نهاية المنطاف ثم أيضا أضره الغرور حتى بعد أن فقد أوراق قوته كما أشار الأستاذ ياسين ظل يعتقد أنه لا يزال يملك هذه الأوراق فهو حتى مجرد بقاء في صنع تحت حكم الحوذي واستئمانه للحوذيين وتنازله لهم عن أجهزة الأمن كثير من الأجهزة الأمن والقواعد العسكرية وغيره من أجل استخدامهم في النهاية ظهر أنهم هم الذين استخدموا تماما كما أن الإمارات السعودية حينما رهنوا على الحوذيين ليأتوا ليرتكبوا مذبحة رابعة أخرى في صنعاء أيضا في النهاية ظهر أن الحوذيين هم الذين ركبوا الإمارات السعودية وليس العكس فالانتهازية قد تكون فيها فوائد ضرفية لأهلها ولكنها ترجع عليهم في نهاية المطابق علي عبدالله صالح ضحية لغروره والانتهازيته السياسية التي كسب منها كثيرا في الماضي لكنها أودت به في النهاية سنعود إلى فكرة الربيع العربي ونعكسات حتى مقتل علي عبدالله صالح على هذا الربيع إذا كان موجودا للأساس مرة أخرى لكن سيد تميمي فيما يخص تعبيد طريق ثالث من قبل اليمنيين من قبل القوى السياسية اليمنية بعيدا عن محور الرياض أبو ظبي وفي المقابل أيضا محور طهران هل هناك أحد يستطيع أن يعبد هذا الطريق الثالث موجود الآن داخل اليمن سيد تميمي أم لا هذا الطريق ممكن لكنه يعني يقتضي نوع من التحالف تحالف يحتاج إلى تهيئة أرضية مناسبة أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يستطيع أن يقيم تحالف الآن وقد توفرت الأرضية أو تهيئة الأرضية نوعا ما بانتهاء مشروع علي عبدالله صالح المؤتمر الشعبي العام بكوادره وامتداداته في الدولة يستطيع أن يقيم شراكة مع التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لتشكيل ما يسمى بالكترة الوطنية التي يمكن أن تساوم كل الأطراف المؤثرة في الساحة اليمنية منها إيران ومنها التحالف العربي مشكلة التحالف العربي أنه قوض الحياة السياسية في اليمن وقرفها بشكل كامل أضعف السلطة الشرعية وأخذ منها زمام المبادرة وأفقدها القدرة على القيام بشيء أنا أتوقع أنه كان بإمكان عبدالربو منصور هادي أن يملأ هذا الفراغ الذي نشأ اليوم نتيجة الضياب علي عبدالله صالح أولا هذا يؤهله لأنه رئيس الجمهورية وفي النظام السياسي لمؤتمر الشعبي العام هذا منصب رئاسة المؤتمر الشعبي العام هي أصلا من حق رئيس الجمهورية الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية وبإمكانه أن يلملم أطراف هذا المؤتمر ومن ثم يدخل في شركة سياسية وتتشكل هذه الكتلة الوطنية التي لها امتدادات حقيقية في الداخل ولها امتدادات في السياسة عفوا سيتميني أنت تتحدث عن أمر يبدو أنه لم يستطع أحد أن ينجح في تشكيله في السنوات القليلة الماضية هل تعتقد أن أبو الضبي قادر أن تتعامل مع التجمع اليمني للإصلاح الطيار الذي يتبع في النهاية جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر عندما تتحدث عن طريق ثالث فأنت تتحدث عن طريق ثالث عنده قدرة على المناورة مع الأطراف المؤثرة التي هي التحالف العربي وإيران أيضا وامتدادتها في اليمن ليس مطلوبا من الكترة الوطنية أو من الطريق الثالث أن ترتهل الإمارات ولمخططات الإمارات الإمارات نعتقد أنها استنفذت حيالها في اليمن وليس أمامها من طريق سوى دعم الجيش الوطني للتقدم صوب صنعاء لا أحد يستطيع أن يأمن على التحالف العربي إذا ما قدر لهذا التحالف العربي أن يحصل على صنعاء مجددا كان التحالف العربي أو خيار التحالف العربي أن يستنهض قوى المؤتمر ويستغل زعمة علي عبدالله صالح في مواجهة الحوثيين ومن ثم استعادة صنعاء بعيدا عن الإصلاح وبعيدا عن قوات سياسية الأخرى وبعيدا حتى عن الشرعية هذا المخطط سقط الآن أمامنا خيارات إما أن يتحرك التحالف العربي مع الشرعية صوب صنعاء باستخدام الإمكانات العسكرية المتاحة ونعتقد أن هذا الطريق مفتوح وممكن التحقيق أو أن تتشكل الكترة الوطنية التي بإمكانها أن تشق طريقا سياسيا ثالثا وبإمكان هذه الكتلة فعلا أن تغير موازين القوى وأن تفرط إرادتها على اللاعبين الخارجيين ابقى معي سيدة التميم مشاهدين الكرام في مشهد يذكر بما جرى في أحداث الربيع العربي أوائل العام 2011 أعلن الحوثيون مقتل الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح باستهدافه مقتل صالح وتداعياته التي تعيد أسئلة الربيع العربي مرة أخرى دعونا نتابع هذا التقرير ثم نواصل هذا النقاش في نهاية لا تجبه إلا نهاية العقيد الليبي السابق معمر القذافي قد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح نحبه عن 75 عاما صاحب الأرواح السبعة كما وصف الراقص على الرؤوس الأفاعي كما وصف نفسه مات مقتولا برصاص حلفائه مات محمولا في غطاء أحمر تغرق آثار الدماء في ناحية جنوب العاصمة اليمنية صنعاء ذهب صالح بعد سنوات من المناورة والمعاندة للثورة اليمنية إحدى زهرات الربيع العربي رفض تسليم السلطة ونجح في أن يظل رقما مهما في المشهد اليمني بعد أن تنقل بميكافيلية عالية بين أطراف الصراع خارجيا وداخليا الحسيون أعداء صالح ثم حلفاء صالح ثم أعداء صالح تمكنوا من الانتقام منه بعد يومين من محاولته لانقلاب عليهم فكتبوا بذلك نهاة رجل حكم اليمن ثلاثة وثلاثين عاما وظل فاعلا في ساحتها خمس سنوات أخريات يحارب لاستعادة السلطة المفقودة رحل صالح تاركا بلده اليمن السعيدة عيسا وسط حرب فجرتها صراعات الإقليم حرب بدأت في مارس آذار عام 2015 ولم تدع أوزارها إلى الآن بعد رحل الرجل تاركا إرثم مثقلا بالهموم والنكبات لشعبه الذي يعيش حسب الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن كارثة خلفت 19 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية وأكثر من 12% من الأطفال الجوعة وخمسة آلاف قتلى تدوروا من الجوع والمرض في العشرين من أكتوبر تشرين الأول عام 2011 قتل القذافي وفي الرابع من ديسمبر كانون الأول 2017 قتل صالح لكن مشهد النهاة في حياة صالح يعيد سؤالا قديما جديدا هل كان يمكن للنهاة أن تكون غير ما كان؟ ألا من صيغة قادرة على وقف نزيف الدماء العربية شعوبا وحكاما ألا من سبيل يعيد الأمل إلى جموع الشعوب العربية التي خرجت طالبة لقمة عيش تسد به جوعها وأمن تزيل به خوفها ودواء تهزم به مرضها وعدالة تزيح به الظلم الجاثم على صدرها سبع سنوات مرت الآن على الحلم الذي تخلق في أجنة الشوارع والميادين العربية وتحول بعد سنيه الأولى كابوسا حين تمكن العربي القديم بشخوصه وأدواته من هزيمة العربي الجديد بأحلامه وآماله كما تحولت نسائم الربيع العربي نارا تلفح وجوها النظام القديم مجددا في خريف 2017 تقول بأن دورة التاريخ لم تنتهي بعد وأن العاقلة من اتعظى بغيره وأن العاقلة من اتعظى بغيره هكذا انتهى التقرير وللحقيقة يبدو أن علي عبدالله صالح لم يتعظ بغيره ومات كما أو قتل كما قتل العقيد معمر القزة في بكتورة شنقيتي هل الثورات العربية قتلت علي عبدالله صالح بعدم فهمه وعدم تعامله التعامل الصحيح مع مطالب شعبه؟ طبعا بالضبط للأسف أن المستبدين العربية تسهمون بمستوى عالي من البلادة البلادة السياسية وعدم الوعي التاريخي وعدم إدراك عمق التحولات التي بدأت في هذه المنطقة منذ خواتيم العام 2010 وبواكر العام 2011 مات القذافي مجندلا بعد حكم أربعين عاما ومات على عبدالله صالح مجندلا بعد حكم وشبع حكم أربعين عاما لم يتعظ أي منهم ولم يتعلم حلت على القذافي لعنة شهداء سجن بوسليم وشهداء الثورة الليبية وحلت على عبدالله صالح لعنة شهداء جمعة الكرامة وشهداء اليمنيين الكثر فيما بعد وستحل لعنات أخرى على من ارتكبوا مذبحة رابعة ومولوها وغيرهم من المستبدين والمذابح التي لا تنتهي في سوريا للأسف أن مستبدين لا يتعلمون رغم أن كان هناك طريق سهل وبسيط وهو طريق الإصلاح الوقائي والتلاقي في منتصف الطريق بين الحكام والمحكمين وتوفير هذه الدماء وهذا الدمار على الشعوب لكن الجهل والجهالة والغرور يقود إلى كل هذا للأسف ونتمنى أن لا تستمر هذه مع ذلك حقيقة أن الليلة هي ليلة تاريخية بمعايير الربيع العربي فهي تشبه ليلة هرب بن علي تشبه ليلة تنازل المبارك تشبه يوم مقتل القذافي اسمح لي البعض ممكن يقول لك أن من قتل علي عبدالله صالح هم الحوثيون ويراه البعض هي امتداد طائفي آخر وقوة تسيطر تأتي من طهران من إيران وليست ربيعا عربيا على العكس يعني خريفا عربيا إذا صح تعمل لا لا هذا لا ينفي رمزية قتل مستبد عسكري حكم أربعة عقد بغض النظاري عن الطريقة التي قتل بها ومن قتله في نهاية الموطف دل ما حدث اليوم على أن هؤلاء المستبدين العسكريين المتشبثين بالكرسي يمكن إزاحتهم في نهاية الموطف وهي الديناميكية بدأت وهم سيكونون من ضحايا كما كانت كثيرون من ضحايا لا يعني أن نهاية علي عبدالله صالح انتصارا للثورة اليمنية أنا دائما أقول أنه نحن اليوم نعيش في مرحلة كما يقولون في علم الكلام منزلة بين المنزلتين الثورة المضادة فشلت والثورة لم تنتصر بعد والثورة العربية لم تنتصر بعد فنحن في هذه المرحلة ما بين ثورة مضادة فاشلة لم تقدم شيئا وثورة لم تنتصر بعد هل مكتوب على شعوبنا أن تظل في هذا التأرجح وتدفع الدم والدمار من أجل هذا أم يفترض أن نبدأ بداية جديدة لا داعية فيها لكل هذه المعاناة سيد تميمي هل تعتقد أننا ما زلنا نعيش موجة من موجات ثورات الربيع العربي مقتل علي عبدالله صالح حتى ولو كان على أيدي الحوثيين ما هو إلا انعكاس لثورات الربيع العربي التي لم يفهمها الكثير من الحكام على رأسهم القذافي وعلي عبدالله صالح تتفق مع هذا أم لا بتأكيد اتفق ثورات الربيع العربي التي أحدثت الصدمة الأولى وارتداداتها لا زالت تحدث كل هذه التغيرات صحيح أن هذه التغيرات لم تصب مجملها لصالح ثورات الربيع العربي أو لم تحقق استحقاقات ثورات الربيع العربي وهي التغيير والانحياز للديمقراطية وتسليم الحكم للإرادة الشعبية هذه الأمور أقهضت نوعا ما لكن أنا في تقديري أن ما يحدث اليوم لا يؤسس لشرعية جديدة قابلة للثبات والاستقرار والرسوخ في حياتنا العربية كل شيء مؤقت كل شيء مؤقت لأنه ابتعد كثيرا عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها ثورات التغيير العربي ثورات التغيير العربي انطلقت من إحساس مشترك جمعي إلى الدولة المقتدرة إلى دولة العدل والنظام والقانون والديمقراطية والتداول الحاجة إلى عدم إلى التشاركية إلى التداولية فيما تعلق بالسلطة إلى تعويم السلطة بحيث لا تصبح حكرا على أحد أو طرف لا جهوي ولا قائفي ولا سياسي ولا شمولي ولا أي شكل من أشكال الأنظمة التي استبدت بأماتنا خلال الفترة الماضية ما يحدث اليوم هو كما في اليمن على سبيل المثال الحوثيين هم الذين استقر عليهم الأمر لأن علي عبدالله صالح سلمهم الدولة بكل إمكانيتها شقوا طريقا سهلا من أجل الاستئثار بالسلطة في اليمن لكنهم لن يستقروا أبدا وأنا في تقديري أن متاعبهم ستبدأ من اليوم متاعب الحوثيين ستبدأ من اليوم لأن الحالة الضبابية التي سادت صنعاء خلال الفترة الماضية جعلت الكثير يتعلقون بعلي عبدالله صالح بإمكانية أن يحدث التغيير في اللحظة المناسبة وأن يحدث التحول في اللحظة المناسبة اليوم انكشف الغطاء عن الجميع ولم يعد بوسعهم سوى هل هذا معناه سيد ياسين؟ هذا الكبوس الذي حل في صنعاء البعض يقول أن قتل علي عبدالله صالح من قبل الحوثيين هو خطأ استراتيجي الحوثيون أطلقوا النار على أقدامهم هل هذا صحيح؟ أم على العكس الحوثيون ثبتوا بالفعل أقدامهم على جزء كبير من اليمن والقادم لهم بشكل أو بآخر الحوثيين تصرفوا بعقلية ثأرية لكن أنا في تقدري أنه مقتل علي عبدالله صالح أو هدف قتل علي عبدالله صالح ظل هدفا مؤجرا بالنسبة للحوثيين تعلم أن الثأر لقائدهم حسين الحوثي ما يزال قائما لكن رأوا أنه ليس من صالحهم في هذا الوقت الخلاص من علي عبدالله صالح على الرغم أن كل شيء توفر لهم وهذه القدرة على الخلاص منه كانت قد توفرت لهم منذ وقت طويل يعني منذ أكثر من سنة أو سنة ونصف تقريبا ولكنهم رأوا وجود علي عبدالله صالح يعني بدون مخالب في صنعاء أفضل لهم بكثير من معادات المحيط القبلي الذي لا زال يدين بالولالة علي عبدالله صالح لهذا كلفة التخلص من علي عبدالله صالح بهذه الطريقة كبيرة على الحوثيين وعليهم اليوم أن يركنوا فقط لقواتهم العسكرية وهذه القوى العسكرية أعتقد أنها ليس بإمكانها أن تصمد إذا ما قرر أنصار علي عبدالله صالح وحدث تحولات حقيقية ونشأت تحالفات جديدة لا يمكن أن تقف هذه القوى في وجه الإرادة أوسع وأشمل من إرادة الحوثيين وحضورهم وامتدادهم يبقى معي سيد تميمي يعني تفسيرا لجزء مما قال السيد ياسيني تميمي فيما يخص الثأر من قبل الحوثيين لعلي عبدالله صالح في 2014 تحديدا في سبتمبر 2004 قتلت قوات علي عبدالله صالح زعيم الحوثيين أنزاك حسين بدر الدين الحوثي ولذلك أحد الذين كانوا يحملون جثمان علي عبدالله صالح اليوم مقتولا كان يقول سيدي حسين يا صالح ما راح هدر يقصد أن دماء حسين بدر الدين الحوثي لم تذهب هدرا بعد مقتل علي عبدالله صالح دعني أعود لي الربيع العربي وتأثيرات مقتل علي عبدالله صالح لأن المستبيد مرة أخرى عندنا يتسم بمستوى عالي من البلادة ما الذي يجعل علي عبدالله صالح يطمع بالسلطة بعدما أحرق حيا وأوشك على الهلاك وحمل بطريقة بصورة عاجلة للعلاج في الرياض لماذا يرجع مرة أخرى ويرجع يكيد؟ لأن هؤلاء لا يتعلمون حقيقة بكل أسفل لكن تعليقا على ما ذكره الأستاذ التميمي أنه نعم أنا أنتفق معه أن الحوثي لا استطيعون أن يحكموا اليمن بمفردهم وأنهم جاءوا أو تعاملوا بمنطق ثائري وهذا صحيح لكن أخشى ما أخشى أنه بسبب سوء إدارة التحالف العربي للأزمة اليمنية أنه سيبدأ أيضا مسار ثائري جديد لأنه من المسارات الممكنة غدا أن تبدأ الإمارات ترسل أحمد علي عبدالله صالح إلى اليمن ثم يبدأ يقود حرب ذائرية باسم دم والده وباسم طبعا محاولة الرجوع إلى السلطة وأحمد علي عبدالله صالح كمشروع بديل ورجل الإمارات ورجل أمريكا في اليمن هذا أمر قديم وموجود دائما وأبوه كان حقيقة يمهد له الأرض نجل أن يعود ويحكم اليمن فإذا جاء غدا وبدأ مسار ثائري جديد هذا ليس حلا فأنا أخشى على اليمن من استمرار هذا المسار الثائري أو استمرار الرهان على خيارات استراتيجية سعودية يعني برهنة الأيام أنها كلها استراتيجية خاسرة بما فيها تخليهم من يومين فقط عن هادي وإعلانهم دعمهم لعلى عبدالله صالح الغريب اليوم أنت إذا شاهدت مثلا قناة العربية أتبع لي الرياض وصفوا علي عبدالله صالح بأنه الرجل الشهيد الرئيس السابق وكان له الكثير من المذيح من خلال الكثير من الضيوف كيف هات لأن حقيقة استراتيجية التحالف العربي أو استراتيجية سعودية تحديدا لا تقوم على حاسة استراتيجية متماسكة ولا على موقف مبدئي أيضا متماسك فهي نوع من التكتيكات الظرفية مثل انتهازية علي عبدالله صالح التي أودت به في النهاية وربما أسوأ وأقصر نظرا الطريقة التي تدير بها السعودية الأمور في اليمن يعني مجرد أنه وقع خلاف بسيطون علي عبدالله صالح والحوذيين انقلبوا وقفزوا إلى جانب علي عبدالله صالح على حساب الرئيس هادي الموجود عندهم على حساب القوى السياسية اليمنية الموجودة في الميدان الرئيس هادي اليوم وصف علي عبدالله صالح بالشهيد ويجب أن نثأر له هكذا قال في خطابه الرئيس هادي في النهاية يقول كلام يملى عليه يعني الرجل ليس له من الأمر شيء المهم أنه في نهاية المطاف القوة السياسية اليمنية التي تحدث عنها الأستاذ ياسي نعم هي قوة سياسية محترمة ويمكن تعمل الكثير لكن بشرط أن يكون لديها قوة عسكرية داعمة لا حزب الإصلاح ولا المؤتمر الشعبي ولا الحزب الناصري ولا هذه القوة تستطيع أن تقاوم الحوثيين بأيد عزلاء من السلاح وإذا ظل التحالف العربي أولويته هو مرة أخرى وإذن الثورة اليمنية يجاد بديل لعلي عبدالله صالح مثل علي عبدالله صالح ابنه أو ابن أخوه في النهاية ستضيع الأمور فالحل هو في بناء فضاء مشترك بين هذه القوة السياسية بعيدا عن تأثير الرياضة وبعيدا عن تأثير طهران سأعود إليك دكتور مرة أخرى لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي وسيم القرشي سيد وسيم مرحب بك معنا نعم أنت واحد من شباب الثورة اليمنية التي أجبرت على الأقل في يوم ما علي عبدالله صالح على أن يترك الحكم ولو حتى جزئيا كيف ترى اليوم مقتل علي عبدالله صالح في الحقيقة يجب أن ننوه إلى أن مطالب شباب الثورة كانت أكثر عدالة وأكثر إنسانيا مما حصل له اليوم على يد حلفائه الحوديين شباب الثورة لم يخرجوا بمطالب دموية لم يكن حدثهم مقتل أو قتل أو ساحل أو أي حتى ما ينرموز النظام السابق بل كان مطالبهم مقامة يمن جديد وكل من أخطى بحق الشعب اليمني يجب أن يقدم له محاكمة عادلة ولا تكون هذه النهاية بهذه الطريقة التي يقدم في الشعب اليمني الكثير من الدماء حقيقة هو استمرار لنهج دموي تقوده أيضا من الأشياء الحوثي وربما هذا النهج أيضا كان هو ساهم في وقل صناعته مع تل حوثي كانت أيضا من ساهم في صناعته ابتداء وتحالف معها في 2014 لإصطاط ثورة الشباب والإصطاط الشرعية عبد الربو بنصر هذه التي قد في ثورة الربيع العربي وبالتالي هي نتيجة ربما تكون نتيجة حتمية أو طبيعية للمسارات الأحداث السابقة لكن أيضا هي فرصة أيضا لأن الشعب اليمني ينتفل حول مطالب شعب الثورة وحول مطالب القوى السياسية المدنية التي خرقت في 2011 ولا يتجعوا إلى بناء يمن جديد إعادة نفط الأخطان كما كنت أسمع منكم قبل قليل حول سينايرو إعادة نظام العبدالل صالح بإسم حمثة العبدالل صالح هو تكرر لذات الأخطان التي أودت في اليمن إلى هذه الحالة وإذا أطروا أن يسلقوا هذا المسار فإنه مرة أخرى سيحصلوا على نفس النتائج السلبية والسياسية التي حصلت عليها اليمن أنت تعتقد أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من الممكن أن يغير نهجه بعد مقتل علي عبدالله صالح الذي فيه خلال يومين فقط كان ذهب وعاد مرة أخرى من التحالف مع الحوثيين ثم التحالف مع التحالف العربي وانتهى به الأمر كما رأينا اليوم نحن لم نعد نطلب منهم أن يكون موقفهم موقف أخلاق تجاه شهادة الثورة نحن نتحدث اليوم عن منطق المصالح التحالف العبدالله صالح قوة العبدالله صالح التي كان يراهن عليها وجوده في صنعة أظهرت أنها لم تكن بذلك الشكل الذي كانوا يتوقعونه المعادلة الصعبة في مقاومة الانقلاب في مقاومة الحوثي حاليا هي المقاومة التي تكونت من شباب ثورات الربيع والتي تكونت في تعزو في مأريب وفي مختلف محافظة اليمنية ما حدث في الصنعي أكد أنه ليس رهانا على عبدالله صالح لم يكن رهانا حقيقيا يمكن التعويل عنه لكن بيمكن الاستفادة مما حدث معه وقتله لأن نسحب الأتباع علي عبدالله صالح لأنه يكون في صف ثورة الربيع العربي وفي صف المقاومة لانتهام من المشروع الحوثي ما يحاول السيناريو الإمارات هايقة وهو التي تبنى في الإمارات أكثر من السعودية أن يتم عادة صناعة نظام علي عبدالله صالح هو خيار خاطئ بحق السعودية أيضا وليس بحق الإمني فقط بحق القميع هو خيارا فاشل بحق القميع يظنون أنهم بهذا يحاربون ثورة الربيع العربي لكنهم في الهيطة يحاربون أنفسهم وخلال الفترات الماضية كل خيارتهم كانت تودي إلى ذات النتيقة وهي كثير من القصرة للشعب اليمني وأيضا العالم السوء منهم الأقليمي ولهذا ندعوهم إلى مراقعة حتياتية لمواقفهم والمراهنة على شريط عبدالربي منصور هذا الذي يلتفى الذي كان نتيجة ثورة الربيع العربي لا يمكن أن تتوقع من ثورات الربيع العربي أو من شاب الثورة اليمنيين المخرطين في المقاومة أن يدافعوا على خيارات ليست خياراتهم لكن اسمح لي سيد رسين عفوا هل تعتقد أن ثورات الربيع العربي ثورة الشباب اليمني هي مزالة قائمة يعني مزالت حية ومستمرة أم هي انتهت وأنتم الآن بين فكائين بين التحالف العربي بين الرياض وأبو ظبي من جهة وبين تهران من جهة أخرى في الحقيقة أنا قبل سنة وقبل هذه الأحداث كنت في ندوة في مركز البحاث وأكدت على أن مسألة انتهاء ثورة الربيع العربي أمر غير صحيح التداعيات التي تدور فيها في المنطقة حاليا نسبة للحال اليمني على الأقل الأحداث لم تنتهي بعد يوميا تحدث أحداث جديدة إذا كان التحالف العربي الآن يقاتل في اليمن الحوثي أو يقاتل إيران في اليمن فإنه يستند على شرعة عبد الرب منصر هذه هذه الشرعية التي أفرزتها ثورة الربيع العربي والثورة والشباب اليمن عبد الرب منصر هذا الذي منح الشرعية للتحالف للتدخل في اليمن لمحاربة المشروع الإيراني الحوثي هو نتيجة ثورة الربيع العربي فلا يمكن أن تعترف بنتائج ثورة الربيع العربي وتستند عليها في مشروعية حربك ضد النظام الحوثي الإيراني وتقوم بمحاربة الربيع التي أفضل إلى هذه الشرعية التي تثبيت منها أنتاليوم يمكن أن تأخذ المنظمة بشكل كامل أو تستغل عنها بشكل كامل نحن الآن نتحدث عن وضع بإمكاننا أن نستبدن عبر توحيد الجهود الشعبية في اليمن تحت راية أهداف ثورة فبراير أي أمر غير هذا أو أي خيارات أخرى فهي تتؤدي إلى مزيد من التشضي في الصدق الداخل اليمن وسيكون النتائج خيمة وبالا على اليمن وعلى الجوار الإقليمي أيضا أشكرك شكرا جزيلا ناشط السياسي وسيم القرشي كنت معي عبر الهاتف وعودة لضيفي من اسطنبول سيد سين التميمي سيد سين كنا اليوم بين خطابين خطاب لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وخطاب للرئيس اليمني عبد الرب هادي منصور هذا وذاك طلبوا من الشعب اليمني أن ينزل للشوارع هذا طالب بالثأر لدماء الشهداء ودماء علي عبد الله صالح أقصد عبد الرب هادي منصور والآخر عبد الملك الحوثي طالب لنزول الناس إلى الشارع تعبيرا عن فرحتهم عن أن المؤامرة سقطت بمقتل علي عبد الله صالح تعتقد الشعب اليمني أو الغالبية منه إلى أي خيار ستنحاز الساحة التي يمكن إختبار إرادة الشعب الرافض للحوثيين أو المبتهج بما أنجزه الحوثيين هي ساحة صنعاء وساحة صنعاء غير مهيئة لنزول الذي دعا إليه الرئيس عبد الرب منصور هذا غير منطقي وغير معقول أولا صنعاء لا زالت تحتها موت علي عبد الله صالح أنصار علي عبد الله صالح في حالة ذهول يحتاج إلى وقت لكي يستعدوا قواهم المسألة لا يمكن أن تحل بالدعوة إلى النزول إلى الشوارع هناك تنظيم مسلح سيدفع بأنصاره للخروج إلى الشوارع ولا ساحة ستسع غير أنصاره في هذه المرحلة وفي عهد علي عبد الله صالح نفسه كان يواجه مشكلة في إقامة احتفالية في فنائه الخلفي في فناء منزله في ميدان السبعين في مربعه الأخضر في مربعه الأمني في محيط جامعة الصالح ورأينا أنه عندما حشد أكبر قدر من أنصاره في 24 أغسطس لم يستطع أن يقول إلا ما أمل عليه الحوثيون أنا أعتقد غدا أو بعد غد صنعاء غير مهيئة لنزول مناصرين لعبد الله بنصرهادي أو حتى للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي قتله من قبل الحوثيين إذن أنا أعتقد بالنسبة للترتيبات التي يتعين على الشرعية اليوم مواجهة يعني من خلالها مواجهة هذا الحدث هي لملمة الإمكانيات الموجودة لديها لديها جيش وطني عنده استعداد للتحرك صوب صنعاء لديها يفترض أن تبدأ من الآن فصاعدا التنسيق مع التحالف للتخلص من أوهام العداء الذي تسيطر عليه من الترتيبات السيئة التي قادت التحالف إلى أسوأ مهمة في اليمن عليها أن تقنعه بأن الحل لا يكمن في إقصاء الإصلاح أو في تجاوز قوى الرابعة 11 من فبراير ولا في استنهاض الثورة المضادة من جديد وإنما بالتعامل مع المعطيات الفاعلة والقوية والمؤثرة التي هي جزء من صميم الإرادة الشعبية وهي متوفرة عليهم أن يتحدوا خلف شعب تواقل استعادة دولته وخلف جيش عنده استعداد للقتال ومع ذلك جرى إحباطه واستغراقه في مواجهة عبثية في نقاط التماس عودة لك سيد دكتور الشنقيتين اليوم بالعودة إلى خطاب عبد الملك الحوثي بدأ كأنه لغة حرب ومواجهة ضدها ما يرى بالتحالف العربي ضدها الرياض ضدها الإمارات قال بشكل واضح وصريح نحن أطلقنا ساروخ كروز على محطة نووية في أبوظبي هذه رسالة للقوى العدوان يقصد التحالف العربي دعا جميع المستثمرين أن يبتعدوا عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات قال لهم اذهبوا إلى العراق إلى سوريا إلى الكويت إلى عمان هل تعتقد أننا سننتقل الآن في المنطقة من حرب بالوكالة في اليمن إلى حرب مباشرة بين التحالف العربي من جهة وبين طهران من جهة أخرى أم ماذا أعتقد لن تكون هناك حرب مباشرة بين التحالف العربي وإيران أو بين السعودية وإيران تحديدا لكن المسألة اليمنية كما تفضلتم بالسؤال لا بد من وضعها في سياق الإقليمي لأنه من غير أن يدرك اليمنيون ارتباط قضيتهم ارتباطا عضويا بالصراعات الإقليمية فأعتقد لن يكون هناك حل وأهم مظهر مظاهر الصراع الإقليمي اليوم هي هذه الحرب المفتوحة بالوكالة ما بين السعودية وإيران الحقيقة أنه مسار هذه الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة كلها انتهت بفشل ذريع للاستراتيجية السعودية أمام تمدد مستمر لإيران ومقتل على عبدالله صالح مجرد مظهر جديد معبر عن ضعف وسوء التقدير السعودي فالإعلام السعودي أمس يعني يغني بعلي عبدالله صالح كمنقذ والهبة المباركة التي دعا إليها وجاء الأمر بتغيير اسمه من الرئيس المخلوع إلى الرئيس السابق كل هذا وهم لا يدركون أنه سيقتل اليوم هذا يدل على أنه الحقيقة لا ينبغي أن يعيش اليمنيون في أوهام أنا أحب اليمن كثيرا وعيشت في اليمن وأتألم كثيرا لما أرى ما قال إليه الحال في اليمن لا ينبغي أن يعيش اليمنيون في أوهام التحالف العربي مجرد توجيه مواعظ إلى التحالف العربي أو التماسات أو طلب بتغيير المواقف هذا لن يغير شيئا التحالف العربي بقيادة السعودية والسعودية بقيادة الإمارات هو يعاني من إشكال في التفكير نفسه تفكير الاستراتيجي في الحاسة الاستراتيجية وفي الموقف المبدئي الموقف المبدئي فيه خلل والحاسة الاستراتيجية فيها خلل فما دام اليمنيون يعولون على تغيير سلوك هذا التحالف وأنه سيصح يوم غد ويغير موقفه من الثورات العربية ومن تجمع اليمني الإصلاح ومن الحركة الإسلامية هذا لن يحدث فلذلك أنا أعتقد على اليمنيين أن يركزوا على ما يستطيعوا أن ينجزوه لأنفسهم والذي يمكن إنجازه هو مصالح وطنية داخل اليمن وفرض على الحوثيين التعايش كطرف سياسي وليس كطرف مهيمن والتركيز على المعادلة الداخلية وطبعا اليمنيون يتسومون بحكمة سياسية فعلا وهذا نوع من التحالوات ليس جديدا في اليمن حتى تحت على عبدالله صالح كانت أعزاب المعارضة متحارفة وكانت تنسق الإسلامي منها واليساري والتقليدي وغيره لكن اسمح لي فيما يخص التحالفات الإقليمية هل تعتقد أنها من الممكن أن تتغير على ضوء مقتل علي عبدالله صالح أن ستظل كما هي حدثت أحداث كبيرة أهم من مقتل علي عبدالله صالح ولم تتغير هذه التحالفات أولوية سعودية والإمارات لا تزال هي الثورة المضادة والقضاء على آمال الشعوب في التغيير وليس مواجهة إيران حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وليس مواجهة إيران وأولوية إيران هي استغلال هذه الغفلة والتمدد في هذا الفضاء الذي تركته السعودية وتركته الدول العربية الأخرى فما دام الطرفان لديهم أهداف مختلفة طبعاً ستكون النتيجة متباينة إيران تستذمر في قوة اجتماعية وتبني قنوات قاعدية لهذه القوة وتنقل كل من فيه رايحة الشيوع من حال استضعاف إلى حال التمكين ابتداء من شيعة لبنان مروراً بشيعة العراق امتهاءاً بالحوذيين الحوذيين كانوا أقلية قليلة حتى داخل الصف الزيدي لا يمثلون شيئاً الآن أصبحوا يقدمون أنفسهم كممثلين للزيدية وتاريخ العريق في اليمن الذي حكم اليمن ألف سنة لماذا؟ لأن السعودية أعطتهم الفرصة بالفراغ وإيران مكنتهم إيران تستثمر في القوة الاجتماعية الشيعية زيدية وإسماعيلية وعالوية وإمامية وغيرها والسعودية تحارب كل قوة سياسية سنية في المنطقة فطبعاً خيبت من ستكون السعودية نصيرها في هذه الأيام من واجب اليمنين يدركوا هذا إذا عولتهم على سعودية أو تغيير سلوك التحالف العربي أو أن الرجل هذا المسكين الذي ينتمي هو صورة باهتة من الماضي لا علاقة لا بالثورة ولا بالمستقبل فأنا أعتقد أن هذه تكون مضيعة واستمرار للمأساة الواجب هو التركيز مرة أخرى على بناء فضاء جديد أنا أعتقد أن هذه حوار وطني جديد في اليمن تجتمع فيه القوة السياسية ويكون هذه قد يكون رمز باعتبار أنه عنده شرعية دولية رمز يبدو الأجواء يا دكتور بعيدة عن فكرة الحوار هذا يضع للحرب وذاك يضع للحرب عبد الملك الحوثي دعا لضرب يقول سنضرب أبو ظابي عبد الملك الحوثي يتحدث تحت نشوة وغرور النصر لأنه قتل على عبد الله صالح وحقق هذا المكسب الرمزي الهائل اليوم في اليمن لكن هذا وقايع الأرض شيء الحوثيون لا استطيعون أن يحكموا اليمن لوحدهم في نهاية المطالف أم ميليشيا وحتى الأجهزة التي وضعوا اليد عليها لا تزال متأرجحة ليس بالضرورة أنها ستستمر الحل الحقيقي هو تلاقي على أجندة وطنية جديدة في اليمن ربما الاستفادة من موقع هذه رمز لديها على الأقل لإعتراف الدولي مجرد قوة رمزية رأسمان رمزي لكن الحل الحقيقي هو أن يكون هناك حوار صريح ما بين الزيديين ما بين عفوا الحوثيين والمؤتمر وحزب الإصلاح والناصريين وكل هذه القوى لميثاق وطني ليمن جديد على مبادئ ذورة 11 فبراير دكتور تميمي يبدو أن الدكتوري شنقيتي يرى أن هي فرصة الحوار الآن لا لاستفاف بجانب التحالف العربية أو حتى بجانب المحور الحوثي الإيراني إذا صح التعبير هل تعتقد أن الأجواء مواتية لذلك أم على العكس نحن أمام تفجر أو ضاع ستزيد الأمر سخونة على الأرض الاشتباكات ستكون أقوى حتى مما سبق في اليمن ما يطرح بالدكتور الشنقيتي هو الصيرورة المثالية في حقيقة الأمر وأنا أتفق معه 100% ولكن كما قلت أنت بالنسبة لأجواء مهيئة أم لا الأجواء طبعا ليست مهيئة اليمنيون يحتاجون إلى دولة الدولة اليوم ليست محاذية الدولة التي يسيطر على الحوثين ليست حيادية والحوثين لا يمكن أن يقدموا أنفسهم طرفا سياسيا في الوقت الذي يمسكون فيه على كل إمكانات الدولة في صنعاء كذلك الدولة التي يمثلها هذه ويدعمها التحالف لا تحضر برضا ولا قبول الحوثيين ولا التحالف لديه نية حتى لتمكنها في المناطق المحررة هناك تعمد من جانب التحالف لإهانة هذه الدولة السلطة الشرعية إهانتها وتحييدها وتقزيمها أمام أنصارها إذن نحن بحاجة لكي نمضي في هذا الطريق أولا أن نوجد كيان الدولة ويفترض أن الدولة تكون ناتج لمجمل هذه الحوارات لكن علينا أن نتفق هل الحوارات هذه بين أطراف سياسية ابتداءا ونقبل بوجود الرئيس هذه كرئيس رمزي إذا قبل الحوثيون بذلك يمكن أن نصل فعلا ونتجاوز التحالف ونتجاوز إيران ونصل إلى حل لكن هذا في تقديري لا زال بعيد المنال حتى هذه اللحظة بسبب أن الحوثيون هم الطرف الأكثر تشبتا بالسلطة والذي لا يمكن أن يقدم تنازلات وعن مكاسب يرى أنه من الصعوبة التنازل عنها في هذه المرحلة طيب ابقى معي سيد التميمي لكن دكتور شنقيت فيما يخص عودة لفكرة الربيع العربي دعنا نتحدث بشكل صريح هل ما يعرف بالربيع العربي ما زال قائما في منطقتنا العربية وقع تحت أم انتهى تحت الطائفية تحت الحروب الدموية التي يبدو أنها تزداد وتشتاعل ولا تتراجع كل الثورات هي حروب أهلية حتى نكون واقعيا كل الثورات هي عبارة عن حروب أهلية لكن الفرق بين الثورة وغيرها أن الثورة هي حرب أهلية برسالة يعني حرب أهلية لديها رسالة أخلاقية على الأقل يوجد فيها الطرف لديها رسالة أخلاقية الربيع العربي لا يزال قائما وسيظل قائما وسيستمر لكن مثل كل الثورات والتحولات التاريخية الكبرى لا تتم في جولة واحدة ولا تتم في زمن أنا مقتنع 100% أن الربيع العربي سيصل إلى غاياته التحدي اليوم هو أمران الزمن والثمن كم من الزمن سيأخذ كم من الثمن سيأخذ هناك مسارات ثلاثة للربيع العربي وأنا حددتها في كتاب جديد حول الموضوع وهو إما مسار في بعض الدول قد يسير مسار الإصلاح الوقائي والتلاقي بين الحكام والمحكمين كما بدأ المثال المغربي مثلا وفي دول أخرى سينحى منحى المواجهة الدموية الطويلة الأمد على منهاج الثورة الفرنسية وهذا الأسف الذي بدأ في ليبيا وبدأ في سوريا وأيضا في اليمن إلى حد ما والمثال الثالث وربما المخرج الثالث الذي سيظهر في المستقبل من أثار الربيع العربي هو ما يسمى انقلابات العسكرية الديمقراطية مصر نعم لا أقصد انقلابات العسكرية الديمقراطية أن الجيوش تدرك أنها أصبحت في خطر بسبب استمرار هذه الحالة فتنحاز إلى الشعب في نهاية المطاق وهذا وجد في التاريخ المعاصر في الانقلاب العسكري في البرتغال مثلا العام 76 حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية حدث في جمهورية مالي في إفريقيا لما تحرك الشعب ونحاز له الجيش فنحن عندنا مسارات ثلاثة لكن فيه شيء خيار ليس وارد النهائي ثورة 11 فبراير ولن تعود المصر إلى مكان قبل 25 يناير ولم تموت الثورات العربية ولن تموت هذه الثورات الإشكال سيبقى هو ما هو الثمن وما هو الزمن الذي نحتاج لوصول هذه الثورات إلى غايتها بما فيها ثورة اليمن نعم الدكتور محمد المختار الشنقيتي أستاذ الأخلاق السياسية جماعة حمد بن خليفة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة عود إليك مرة أخرى الدكتور السيد تميمي يعني أنت وصفت كلام الدكتور الشنقيتي قبل ذلك بأنه الصيرورة المثالية للأحداث هذا بالنسبة لليمن هل يعني أيضا التشبيه الآن على كلام الدكتور الشنقيتي فيما يخص الثورات الربيع العربي أنه كلام مثالي لكنه غير موجود أو غير منتظر على الأقل في المستقبل القريب أن الثورات العربية ما زالت قائمة وما زالت مؤثرة أم لا الثورات العربية لا زالت قائمة ولا زالت مؤثرة وما يطرحه الدكتور الشنقيتي من سيناريوهات هي سيناريوهات واقعية وأعتقد وشرطيه والزمن والثمن حقيقيين سيذهب الناس وسيتقاتلون ولكن ليس أمامهم من خيار سوى العودة إلى جادة الصواب ضمن إحدى الطرق أو السيناريوهات الثلاثة التي حددها ليس هناك من خيار أمام الشعوب العربية وأمام الأنظمة وأمام اللاعبين والمؤثرين في مسار الدول وخصوصا الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي سوى الاحتكام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب واستيعاب أولويات كل بلد على حدة هناك أولويات مختلفة بالنسبة لكل البلدان على سبيل المثال اليمن اليمن أولوياته تنموية ثم ديمقراطية وأولوياته ربما تبدأ من الصف فيما يتعلق بأشياء كثيرة حققتها شعوب أخرى إذن الاستمرار في العبث في الساحة اليمنية أعتقد أنه يكلف اليمن كثيرا لكنه أيضا يكلف الإقليم الكثير من العناء والخسائر ولهذا يتعين على الدول المؤثرة في اليمن أن يغيروا مسار التفكير إذا الثورة اليمنية أو إذا الأحداث في اليمن ويختاروا الطريق المناسب ولديهم أن أعتقد كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك لكن تتفق مع فكرة أن الزمن لن يعود إلى الوراء مرة أخرى لن تكون الأمور كما كانت قبل انطلاق ثورات الربيع العربي بدءا من نهاية 2010 و2011 حتى هذه اللحظة ما زالت إنعكسات هذه الثورات قائمة ونحن نرى فقط موجة من موجات هذه الثورات ليس أكثر ولا أقل نعم حتى الأنظمة اليوم التي تقف رأس حربة في مواجهة الربيع العربي هي نفسها تتغير هي نفسها تتمثل دون أن تدري قيم ثورات التغيير انظر ما الذي حدث في البلدان التي تواجه ثورات الربيع العربي انظر ما الذي حدث في المملكة العربية السعودية ما الذي يحدث في الإمارات ما الذي يحدث في دول أخرى هناك حالة تجدد وإن كانت غير يعني مقصودة لذاتها لكن هذه الأنظمة يتعين عليها الآن تتمثل شاءت أم أبط ثورات التغيير من أجل استيعاب أي محاولة لتتوير الداخل الذي تسيطر عليه إذن كهذه أعتقد أن محاولة الهروب من استحقاقات التغيير في دولنا لم يعد ممكننا الآن نعم يعني في سؤال الأخير لك بالطبع دائما ننهي بسؤال المستقبل على مستوى اليمن بعد مقتل علي عبدالله صالح بهذه الطريقة البشعة وهذا السيناريو القريب أو المشهد القريب من مشهد العقيد معمر القذك كيف ستكون على مستوى اليمن على مستوى المنطقة العربية سيدة تاميني مقتل علي عبدالله صالح بهذه الطريقة طبعا ستخلف جرحا غائرا في الجزاء اليمني على كل حال هناك عقدة الثائر ستستمر التجاذبات ستستمر الصراع سيستمر إلى أن تستقر الأمور على القاعدة ذاتها التي أسسها اليمنيون مجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني والمصالح الوطنية في غاية الأهمية العدالة الانتقالية نحن في أمس الحاجة إليها لتجاوز هذا التداعي الخطير الذي خلفه حادث مقتل علي عبدالله صالح وخلفه أيضا هذا الكم الهائل من الدماء التي سالت بفعل المغامرة الحوثية والانقلاب الذي ساهم في صياغته ودعمه والتخطيط له المخلوع صالح قبل أن يفقد حياته على يد من استدعاه ودعمهم وعلى مستوى المنطقة كيف سينظر من يحكمون الآن في سوريا بشار الأسد في مصر عبدالفتاح سيسي وغيرهم إلى هذه النهاية المأساوية لعلي عبدالله صالح سريعا البشار الأسد اعتقد أنه فقد السيطرة على سوريا تقرير مصير سوريا لم يعد بيد الأسد بالنسبة لمصر أعتقد أنه الآن يواجه إشكاليات حقيقية في ظل التطورات السياسية التي تجري على الساحة المصرية لا شك أن السيسي ربما تتوفر لديه فرصة كونه يضع يده على المؤسسة العسكرية التي هي ضامنة ربما لإستقرار مصر لكن حالة النقمة الشعبية اليوم التي تتجه بشكل مباشر إلى المؤسسة العسكرية وبدأت تدرك بعمق فساد هذه المؤسسة العسكرية يمكن أن تولث ثورة أخطر بكثير من التي شاهدتها مصر في 25 أنار أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي اليمني يسين التميمي كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول شكرا جزيلا شاهدين الكرام الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم الساعة الأولى من المسايا في الساعس الثانية ألتقيكم الزميل سالم المحروقي وباقي فقرات المسائية وفيها إلى أي حد يؤثر مقتل الرئيس المخلوع صالح على شكل التحالفات الإقليمية في المنطقة وكذلك على دول الربيع العربية بجانب أننا سنفتح الاتصالات مع السادة المشاهدين لكي يدلوا بآرائهم حول هذا الحدث الجلد ترجمة نانسي قنقر